اشتركوا في القناة فهل كان من هذه المعجزات ان الرسول لم يكن له ظل يعني انه عندما كان يقف في الشمس لم يرى له ظل فهل نستطيع ان نعرف كل معجزاته اسابكم الله وابقاكم الله في خدمة الاسلام والمسلمين انا عملت حلقة قبل كده كانت رد على النص الاول من الاجابة ان من معجزات الرسول القرآن ان نحن نزلنا الذكر وان له لحفظون وكانت بعنوان هل القرآن محفوظ من التحريف والنهاردة هكمل النص التاني من الاجابة ونشوف كده بيقول ايه وبخصوص معجزة عدم ظهور ظل له في الشمس او القمر فقد ذكرها بعض اصحاب السير والشمائل وذكرها بعض الولماء في خصائصه من كتب الفقه قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع لم يكن له في اي ظل في الشمس والقمر لانه نوراني والظل نوع ظلمة ويشهد له انه سأل الله تعالى ان يجعل في جميع اعضاؤه وجهاته نورا وختم بقوله اجعلني نورا وفي الصححين وغيرهم ان النبي كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اجعل في قلب نورا وفي بصري نورا وفي سمع نورا وفي يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحت نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا طبعا احنا عارفين انه محمد كان بيغش دايما اقوال المسيح لانه نور العالم هو المسيح محمد كان عايز يسرق مجد المسيح وكلام المسيح المسيح قال على نفسه انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل تكون له نور الحياة وانتو عندكو كمان حتى في الكرآن ان الله نور الزموات والارض فاللي يقول على نفسه هو النور ربنا بس فمحمد باعتراف المسلمين بشر زيهم من ابو وام عاديين ايه اللي مش هيخلي ليه ظل وانا عارف يعني ايه ظل الاول الظل لما يكون في ضق ويكون على جسمه معطن فبيعمل الظل سواء كان الضق ده كان الشمس او الامر او حتى في قوضة فيها نور كده على جنب لو انت عدت قدامها هيكون ليك ظل يبقى هم بينكر ان محمد ليه ملهوش ظل يعني خلينا نشوف معنا الحديث في البخاري بيقول ايه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الاخر الحديث والحديث في البخاري والتصحيح هيكون قدامكم على الشاشة يبقى فيه سبعة الله هيظلهم بظله بيقول كده في اليوم اللي مفيش غير ظل الله بس ايه رأيكم هل لله ظل هل في نور اقوى من الله والله جسمه معتم فهيكون عنده ظل تخيلوا محمد ما عندوش ظل والله عنده ظل خليني كمان اوريكو في الكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول كل عطية صالحة وكل مهوبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران يعني كده الله ما عندوش يعني حتى الكتاب المقدس بيقول انه ما عندوش تغيير ولا ظل دوران ونكمل الاجابة وبخصوص معرفة كل معجزاته فان المقام لا يتسع لذلك وابإمكانك ان تطلع على بعضها فيما يتأثر لك من كتب السيرة النبوية هنا بيقولك اطلع على ايه السيرة النبوية طب هل السيرة النبوية بتكذب الكرآن اللي بيقول ان مالوش معجزات هوريكو كده في سورة يونس شوفوا معايا ويقولون لو لا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغايب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين يبقى الناس كانت بتطلب آية هل اعطوهم موجزة قال ايه انما الغايب لله فانتظروا يعني بيقولهم استنوا شوية هنشوف وخلينا كمان نشوف مع بعض سورة الاسراء يقولونه ايه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك يا جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلي لها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والبلايكة قبيلا او يكون لك يا بيت من زخرف او ترقى في السماء ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحانه ربي هل كنت الا بشرا لرسولا يبقى الله بيقول لمحمد روح قلهم انا بشر طيب هو النبي لو عمل مواجزة مش بيكون بشر ما يقول للانبياء لهم مواجزات وهنا طلبوا طلبوا منه ايه طلبوا منه فجر لنا ينبوع او اعمل لنا جنة من ناخل وعنب طيب يلا اسقط السماء علينا يعني زي ما بتهددنا كده ورينا او ورينا الله والملائكة او يعني ترقى للسماء يعني معراج وهنا طبعا فيه ملحوظ ان دي صورة الاسراء اللي اولها سبحانه الذي اصرب عبدالايلان يبقى الاسراء والمعرج ليه ما قال ما قالهمش ما انا اصر يا بايا ما ها دي كانت اول الصورة اصلا فالمفهول كان يقولوا ما ده نطلعت وانزلت وزي ما انتوا عارفين طبعا المعرج وكده فقالوله حتى لو انت يعني لن نؤمن لروقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه طب ليه ما ردش عليهم وقال لهم طب اهو ما القرآن كتاب اللي انتوا عايزينه اهو القرآن لكن الرد كان مفاجئ الله بيقول له روح قل لهم ايه قل سبحانه ربي هل كنت الا بشرا رسولا هل معنى كده ان اللي بيعمل مواجزات او اللي بيجيب مواجزات مش هيكون بشر وخلينا نشوف ايه كمان عشان نأكد ان محمد ما عندوش مواجزات في صورة الاسراء وما منعنا ان نرسل بالايات الا انكذب بها الاولون الى اخر الاية يبقى الاحي الاسلام بيقول انا منعت ارسل الايات عشان انا لما برسل الايات كانوا بيكذبوها طب هل الكلام ده حقيقي مين كذب موسى لمشاء البحر مين كذب المسيح في كل مواجزاته الشعب صدق موسى وطلع معاه بعض الدربات اللي حصلت في مصر والمسيح كانت الناس بتتبعه بالالاف وبطلبوا منه يشفيهم يبقى لما يقول ما منعنا ان نرسل بالايات اللي انكذب بها الاولون محتاجة منك تفكير كمسلم ليه محمد مرضيش الله يدي له معجزات يثبت بيها نبوته وهل انت فعلا مقتنع ان محمد ما عندوش زلط والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر